الزيارة التي قام بها الممثل مندوب البيت لابياد بالنسبة لشؤون الشرق الأوسط مكيرك إلى الدوحة وخلال هذه الزيارة تم الاتفاق على الصيغة النهائية لاتفاق الهدنة ومقابل الإفراج عن الرهائي طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والدول العربية بتأمل أن هذه الهدنة تكون بداية يمكن البناء عليها والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالرغم أن ناتانياهو قرر في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتحدث فيه وتحدث فيه وزير الدفاع وتحدث فيه بني جنس زعيم المعارضة أكدوا على أنهم طبعاً في الوقت اللي هم هيعملوا على إطلاق صراحة الرهائن لكن هم حيستمروا حيستأنفوا العملية العسكرية هجماتهم حتى ده كلامهم حتى يتم تحقيق الهدف من العدوان الإسرائيلي من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة لو هو القضاء على حماس طبعاً القضاء على حماس ده هدف لا يمكن تحقيقه والولايات المتحدة الأمريكية تدرك ذلك والعالم كله يدرك ذلك